ذكرت وزارة الداخلية اليوم أنه تقرر دعم مهني سيارات الأجر من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة وأضحت الوزارة أن هذا الدعم سيتم عبر تمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجر بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب وكانت قد دعت نقابات مهنية للنقل البري في المملكة إلى إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم وذلك احتجاجا على قرار الحكومة اعتماد نظام المقايسة وتحديد أسعار المحروقات